تدعية ما تم ترويجه في برنامج ديمانا بيسنو في الورتين على قناة تسعة أثار جدل زيدة خارج حدود الوطن صحفية تونسية ليلى الشيب اللي كانت تتقدم في قناة الجزيرة علقت على هذا الموضوع بتدوينة على صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعية أقرأ منذ يومين سيلا من عبارات الغضب والتنديد بما يقترفه أعلامي وصدفة في حق ما بقي من ذوق وعقل وحياء وازداد يقينا أن قرار بمقاطعة تلك القنوات وما جريها عن بكرة أبيها كان قرارا صائبا ولا يزال إلى أن يأتي ما يخالف ذلك وإلى أن يأتي حذري من أمرين اثنين أولا هؤلاء لا يقدحون من رؤوسهم بل يطبقون وصفة معدة سلفا وبالتالي تحميلهم وحدهما المسئولية فيه قصر نظر وشيء من السذاجة ثانيا الاعتذار بعد سقوط المتعمد لا ينبغي أن يقبل ويمر دون محاسبة ولو أن المراهنة على الذكر القصيرة لجمهور مخدر وقلب طيب ومتسامح مراهنة خاسرة وسوابق كثيرة لذلك يعودون شنوريكم في كلام الليلة الشيبة الصحفية تنصية في قناة الجزيرة ما تنسوا اشتراك في القناة وتفعلوا الجرس بشوصي لكم الفيديو القادم